أكدت وزيرة تخطيطها لسعيد أن استضافة مصر لقمة المناخ كاب 27 تأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة المالية الإندونيسية سيري مولياني لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات